اهلا بحضراتكم بعد الفاصل مع كابتن محسن صالح من راس حربة لنص الملعب طب انت اغتنعت ازاي؟ انت كنتش تلعبت يعني كده كان عاودين نبطلوك لا لا كنت لعبت شوية فلقيت هيدوكوتي جاي بيقول لان عايز عاود اتكلم معك وكده فقولت له يعني خير فيه اي يعني تعرف في دوكوتي كان العربي بتاعه مكانش كثير وفي الاول كان الله يرحمه حزم كرم كان بيترجم له وانا شوية الماني كنت اترجم معاه في الحاجات اللي هو عايزة وكده فعاد نتكلمني قال لي انا عايزك تلعب بلاي ميكرا تقول له يعني ايه بلاي ميكرا يعني كانت حاجة جديدة لسه لا انا عايز فعب بلاي ميكرا وانا راس حربة يعني ولا ايه فقال لي عايزك تلعب في نص الملعب جاءت اليمين جنب مصطفى عبدو اه وانت عندك الكرة بتاعتك حلوة وعندك فكر كويس الباس بتاعك مزبوط عندك ميزة انك بتعرف تكمل ومن وراء بتعرف تجيب جول هداف بتاعك فمصلحة الفريق في الحتة دي بتتطلب انك انت تلعب في الحتة بتاع تنص الملعب جهة اليمين اه انا صريح جدا يعني كنت احبه جدا بالراجل ده اه انت عارف انا دون اعطي كلامك انت عارف انا اول ما بدأت في الناد الاهل وليا بتضرب اولا بتبلع براس حربك برضو اه والله يرحمه كابت نحن المكاوي قال لي ابيض عن الحتة دي انا كنت بروح لجول من اسرع مكان اقلين ايه ايه انما كابت نحن المكاوي قال لي لا ابيض عن الحتة دي زي ما كون عارف ان الخطيب كان جاي اه اه فقلت له طبا تكليني بصراحة اه قول لي انه اه بيبو حيلعب في الحتة دي واحنا هنلعب هنغير طريقة اللعب هيبقى فيه راس حربة واحد مش معتاجين اتنين اه فانت شايف ان بيبو يعني افضل مني في المنطقة دي اي اي لما تقوليش انا شايفك بلايم ميكر وبلايم ميكر بتاع خش عرصو قلت له لعلمك قلت له لعلمك الشخ وانا بقولها لك على ضمانته عن لساني اه الخطيب في المكان ده احسن مني على طول على طول ما ضيعتش وقت يعني اه قلت له نمرة واحد اه احنا كلنا وراه اه عايز تلعب راسين حربة انا موجود طاهر موجود اه اذا انت شوقه من تحت اه عايز تلعب بتلاتة الخطيب موجود عايز نلعب تحت هنا قلت له ما عندش مشكلة اه ما عندش مشكلة انا اوكي ما كانش غريب عليك قوي الحت اللي انت لعبت فيها نحة الرايت ديات تحت اه يعني انا قلت لك ان انا لعبت وينجرايت وينجرايت لا انا بكلم موجود انت وينجرايت ما كنتش يعني احيانا زي ما كنتش بقدر انا دافع كتير فعلا يعني وظيفة تانية اه يعني عشان الناس يبقى عارفة بردا ايوه كل مركز له واجبات مواصفات ليه ومواصفات معينة مزبوط مش ممكن يبقى لعيب يلعب في كل المراكز ديه لا 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 فالوينجرايت عايز مواصفات يكون سريع يكون مهاري يكون الباس بتاعه مزبوط يعرف يدافع شوية نص المنعب يعرف يعمل بلين ميكر يعرف يحط الباس يعرف انت يتأخر يعرف يدافع يعرف يهاجم بالزبط كده الباكرايت يعرف يدافع نمرة واحدة ما كانتش غريبة عليك بقى لا لا ما كانتش غريبة انا عارف لان انت هدست فيها قبل كده ولانت فيها قبل كده لكن يعني ما مارستهاش نعم فبدأتم فيها يعني على طول تأخلمنا على الطريقة وعملنا انتاج عادي جدا خصوصا وجودك في المنطقة دي يعني يسهل لي كتير ليه لان عندك مواصفات مش موجودة عند العيبة تاني نعم احنا قلنا الجناح عامل السرعة مهم مم ما تجيب ليش العيب بطيئة تقول اصدامة هاري ما هو لا فيها بدون نعطيها كلامك ما هو برضو السرعة لازم تبقى انت فاهم الناس اللي بيلعب تحتك واللي بيلعب جنبك عشان تتحرق مع السرعة بشكل حاجة انما ازاي توظف السرعة دي لبعض في الالعاب اللي هي تخليك بدل ايه ثلاثة من عشرة أو خمسة من عشرة تخليك ثمانية من عشرة لا هو فيه حاجة كانت جديدة بدأت تظهر في الكورة اللي هي الأوفرلاب ايوا ما كانش موجود زمان كان الوينجرايت ده شغال على الخط ده رايح جايك بالزبط كده لما طلعب طريقة الأوفرلاب هي الطرق المقصية اللي بدخل الوينجرايت لجوا وهم يطلع الباك لبرا أو يطلع النص الملعب لبرا فكانت دي جديدة في الكورة شكرا